اشتركوا في القناة طبعا هذا هدية مني لجميع المستمعين للي ربنا كاتبلهم الخير ان شاء الله وهذه مني هدية لكم طبعا هي ايات قرآن وبرضو بيجي بعد ايات القرآن دعاء وهاي اسمها مفاتح الرزق اي بتفتح كل ابواب الرزق وبونابس بت الذكرى اللي هو ذكرى الاسراء والمعراج فحبيت اني اقدم لكم اياها هدية لانه هي يعني بخلال دورة فلك طويلة وكبيرة لا تعود الفترة هاي اللي احنا فيها فعشان هيك هي تستخدم سماعي او قراءة للي بيقدر يقرأ يقرأها بنفس معنى مسجلها او يسمعها بتفيد طبعا سماعها بيستمر من اليوم لغاية منتصف شعبان يعني كل يوم بدأت تشغل او تنسمع او تنقرأ فائدتها انها بتفتح كل ابواب الرزق بكل انواعه ان كان زواج رزق مال رزق اولاد رزق صحة رزق عمل رزق بكل اشي انت بتحتاجه من ابواب الرزق هي بتساعد على فتحها او دلالتك او الاشارة للطريق الصحيح لجلب هذا الرزق فحبت اني اهديكوا اياها هي ما الها وقت للسماع تسمعها بنهار تسمعها الظهر بالليل منتصف الليل عند الفجر المهم انها تتشغل تنسمع تتأمن بعد الدعاء اللي موجود فيها لغاية منتصف شعبان في يوم منتصف شعبان قبله بيوم او يومين رح انزل دعاء منتصف شعبان اللي هو الدعاء الصحيح مش الدعاء المتناقل اللي بكون فيه نقص او لغط او زيادات وطريقة قراءته مع سورة ياسين ولا ايش يستخدم ان شاء الله رح اشرحلكوا اياها ولكن حبيت ان اقدملكوا هاي الهدية طبعا الدعاء موجودة على القناة الثانية في نهاية الحلقة هاي رح يطلع رح اضيفلكوا اياك فيديو على اساس انه اللي حابب انه يستفيد منها الرزقة هاي او يشيرها وياخذ اجر عليها فالباب مفتوح للجميع واسأل الله انه ربنا ينفعنا بهذا الاجر وينفعكوا بهذا الاجر ان شاء الله تعالى طبعا بالنسبة للتوقعات اليوم توقعاتنا اليوم ليوم الخميس 11 اذار 11 ثلاث القمر موجود في منزلة سعد الاخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد رح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثمانية وتسعة واربعين دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي لا موعد بث الحلقة اللي هي الاربعاء عشر ثلاثة لا ينتقل بعدها القمر لا منزلة المقدم وهي الخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في الدلو وبدو ننتقل للحوت في ساعات العصر بما ان القمر موجود من الان لغاية ساعات العصر في برج الدلو نشعرنا بحاجة مسهلة تغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز وتجربة طعام جديد طبعا عنا زوايا فلكية اليوم زاويتين قبل خلو المسار فاول زاوية رح تكون زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين الشمس وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 ودقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينهج بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث عند الجميع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 3 و 31 دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بعد هاي الزاوية طبعا بيبدأ خلو المسار يعني خلو المسار للقمر بيبدأ الساعة 3 و 31 دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس ورح يستمر لغاية الساعة 2 و 43 دقيقة عصرا وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2 و 43 دقيقة عصرا القمر بنتقل وبصير بالحوت ببلش يشكل أول اتصال لإله طبعا القمر لما بصير بالحوت بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع بحبائل الغرام ووسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزاوية اللي رح تصير بعد خلو المسار وبعد ما استقر بالحوت هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و15 دقيقة مساء بيخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالحوت فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 13 و3 بيبدأ في تمام الساعة 34 و37 دقيقة مساء بيستمر إلى تمام الساعة 11 و43 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 2 و59 دقيقة صباحا بيصبح 28 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في الدلو وبدأ ينتقل للحوت زي ما حكينا ورح يمكث فيه لغاية 13-3 المزاج سعيد بنسبة 40% عطارد في الدلو حتى يوم 15-3 مزاجها سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 25-3 منتحسة بنسبة 25% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23-4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحسة بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-8 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في ساعات ما قبل الظهر بين الأصدقاء ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء الأصدقاء أو صير تواصل ما بينكم بين الأصدقاء لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاضروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير لأن القمر بصير في بيت المتاعب برج الثور حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وخلوا علاقتكم جيدة مع رؤساءكم في مكان العمل ومع المسؤولين وما تشوهوا سمعتكم لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتلتقوا الأصدقاء أهم إشي تحذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بتظل الأجواء جيدة لأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والحوارات والتواصل مع أجانب والامتحانات واللي بده يتقدم لامتحانة أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد طبعا هاي بتستمر لغاية ساعات العصر من ساعات العصر حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتم في من قبل ابتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية أهم شيء تحذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان من الان لغاية ساعات الظهر ممكن تتفحصوا حساب مشترك ولكن امتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة ممكن تهتموا ببعض الأمور المالية أو الدفعات أو مصاريف استشفائية أو عائلية من ساعات العصر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات انتبهوا أكثر أثناء السفر اتفقد كل أوراقك وأمتعتك ما عليك يعني في الفترة هاي أهم شيء أنك ما تتسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وأهم شيء أنك تحافظوا على هدوءكم ما في داعي للعصبية القمر ما زال مقابل لإلكم انتبهوا لغذائكم وصحتكم وما في داعي لأي مجازفات لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنهمك في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ما في داعي للمجازفات أو لإهمال بصير في العمل أو ممكن تتعرض لمشاكل في العمل برج العذراء واصلوا عملكم اللي بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد انتبهوا لغذائكم وصحتكم وعملكم وعلاقتكم مع زملائكم لغاية ساعات العصر بعدين بصير التركيز أو بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وبدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك شريك العاطفة أو المنزل أو أمور لها علاقة بشريك العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بتظل العاطفة عندكم قوية وبيميل أحباكم للتجاوب معكم برضو فترة مناسبة لأمور اللي إلها علاقة بالترفيه أو التجميل أو أمور إلها علاقة للتواصل مع الأحبة انتبهوا بس لصحتكم في ساعات الظهر من ساعات العصر برضو صحاب بصير بدها تركيز أكتر وبدكوا تنتبهوا من الجروح أو الالتهابات على نوعها برج العقرب اتجنبوا الدخول في أو ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم وما تهملوا أموركم المنزلية أو العائلية ممكن يصير فيه شيء إلو علاقة بالعائلة أو بأفراد العائلة لغاية ساعات العصر من ساعات العصر تزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بيغلب على طبعك نوع من أنواع العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد عليكم الحذر برج القوس اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد واللي عنده أناقشة أو حبار أو أمور الهلاقة بالتنقلات بده يكون منتبه وما يعتمد على الحضوض انتبه لكلامك خصوصا من الآن لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ولكن لا تفتع الخلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأن مزاجك شوي بيكون حاد برج الجدي اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخففوا من النفقات وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو المصريف اللي ماء الهداعي لغاية ساعات العصر من ساعات العصر تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات أهم إشي أنه تنتبهوا لأنه مزاجك شوي بيكون عدواني أو بعض العصبية تكون حادي ممكن يسبب مزاجكم خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات وقيادة السيارة برج الدلو أنتم نشطون مع ذلك لا تبادروا في عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم فيه من قبل لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال كما عليك تجنب التبذير برج الحوت بيظل التعب مسيطر عليكم وبتحسوا أنه ما عندكوا رغبة لإتمام بعض الأمور أهم إشي أنكوا تنتبهوا لصحتكم ولغذائكم وراحتكم لغاية ساعات الظهر من ساعات العصر تقريبا تبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بيكون مزاجكم سيء وبتكونوا قليلي الصبر مما قد يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر